السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبدالصمات الجزولي اليوم إن شاء الله هي حلقة خاصة بالهاردوير الصيانة اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن طريقة إزالة كونيكتور وتركيبه لشاشة اللمس والالسي دي والشاشة لهاتف سامسونج اس تري او اس تري او اس تري او اس ثلاثة ففي الحقيقة عند فك هذا الهاتف وجدت بأن الكونيكتور مخرب يعني تعرض للتخريب مما استدعى إلى ضرورة إزالة هذا الكونيكتور وتركيبه من جديد حتى تعمل الشاشة اللمس والشاشة يعني البيانات والشاشة اللمس إلى آخره إذن يوم إن شاء الله سوف نتعرف إلى طريقة يعني التعامل مع هذا الكونيكتور اللي هو حقيقة صعب صعب قليلا أثناء الرفع وأثناء التركيب وكما نعلم فهذا الكونيكتور يعني ليس لديه جديد وصوف اليوم نتعرف حتى عن طريقة الحصول عليه من برط أو من هواتي أخرى بديلة ليست نفس الموضيل فإذا كان نفس الموضيل فالأمر بسيط وواضح إذن نبدأ على بركة الله مع الشرح إذن مشاهدين الكرام كما نشاهد الآن فعند فتح هذا الهاتف لإصلاحه والتعامل معه بشكل مباشر يعني بشكل مباشر أتفاجأ إذا لاحظوا معي فالكونيكتور السليم يكون بهذا الشكل الذي وعلى الشاشة أما هذا الذي يوجد على هذه البوردة وهي بوردة هاتف سامسونج E9300 يعني E3 سامسونج فوجدت بأن الكونيكتور محطم والتحطيم الذي يوجد على الكونيكتور هو حقيقة ليس لا أعتقد بأن الهاتف تعرض للصدماء فهو يعني تحطم أو كسر يعني عامل بشري يعني عامل بشري ألا ما أعتقد يعني الحسب التحليل إذا لاحظوا معه حتى تتيقنوا يعني وتفهموا جيدا فعند تشغيل الهاتف يعني على جهاز الـ Power Supply وعندما نجد الكونيكتور محطم لا يصح ولا يعقل أن ننزع الفلاتو وأن نعيدها يعني ذلك يعني من البديهي أو من الأخطاء يعني أمر واضح لا يمكن أن ترى أن الكونيكتور قد أصبح يعني متداخل الأرجل متداخل والأسلاك متداخل وتعيد الكونيكتور فذلك قد تزيد يعني عطل في عطل يعني عليك عدم إعادة الفلاتة وتجربة البوردة دون تركيب يعني الشاشة حتى نتقيقنا من أن البوردة ليس عليها شرط وأنها تعمل بشكل جيد إذا لاحظوها فالقياسات أو التحميلات للشاشة الأمبير تعمل بشكل طبيعي ولا يظهر على الهاتف أنه يعني ترتفع درجة حرارة أو به استهلاك أو به تسريب يعني البوردة تعمل بشكل طبيعي جدا جدا لأننا تشخيص لا بد منه بعد ذلك إذا لاحظوا معي عندما نرى حالة الكونيكتور إذا لاحظوا معي عندما نرى حالة الكونيكتور بالميكروسكوب حتى تروا ذلك جيدا فأصلا التحطيم الذي يوجد على الكونيكتور يرى بالعين المجرد ولكن نستعين بالميكروسكوب حتى نرى كلنا جيدا ما يحدث إذا لاحظوا معي فهذا التحطيم أو التكسير أو ما شابه الذي وقع عليه الكونيكتور لا أعتقي أكاد أجزم بأنه ليس سقوط ليس استيضام بل هو عامل بشري ما معنى؟ يعني أن هناك من كان سواء تقني سواء صاحب الهاتف الله أعلم يعني هناك من كان يود فتح الهاتف فاستخدم آدات ربما معدنية وربما استخدم العنف أو بمعنى آخر بمصطلح آخر استخدم القوة مما أدى إلى وقوع هذه الحالة يعني لأنه لا أعتقد بأن هناك عامل أو عوامل أخرى قد تتسبب في هذا غير عامل بشري إذن كما نلاحظ في هذه المنطقة كلها تخربت إذا لاحظوا مع الكونيكتور أصبح يعني تخرب ولماذا قلت يعني قلت لكم لا لا تقوموا بإعادة الفلاتة فربما عند رفع الفلاتة وإعادتها ربما هذين الرجلين لقدر لقد يلتقيان وما أدرك أن عليهم فولت الإضاءة وفولت بيانات الشاشة فكما نلاحظ في التقاء الفولت مع الأرض أو مع مصر آخر قد يسبب لك عطل آخر يعني تتسبب في عطل آخر مما يصبح إصلاح العطل معقد كثيرا كثيرا يعني في حالة نرى أو نجد الكونيكتور بهذه الحالة الكاريتية فمباشر علينا التعامل معه بالإزالة وتركيب آخر لا نقول لأن هناك من قد يعد الفلاتة وهذا خطأ خطأ قاتل إذن فما كمان الله في حالته حالة سيئة وتستدعي تغيير الكونيكتور فهذا أمر طبيعي وواضح إذن أول شيء سوف نقوم بإزالته إذن نزيل هذه الأرجل لا مشكل نزيلها أو نزيلها بشكل مباشر بجهاز الهوت اير يعني إخراج الهواء الساخن ثم بعد ذلك نضع بعض الفلاكس أو الرازينة كما نقول القليل منها فقط نعم ثم بعد ذلك يعني نبدأ بعملية التسخين وعندما نستخدم جهاز الهوت اير لا يجب تقريب البوق لا يجب تقريب البوق من الكونيكتور يجب أن تبقى هناك مسافة معينة حتى لا يحدث احتراق لأننا نحن نريد تسخين لا نريد احتراق نعم إذن ويكون عدم التركيز في مكان واحد للحرارة يجب أن تكون حرارة مشتتة قليلا حتى لا يحدث احتراق وتنصهر جميع الأماكن يعني لا هنا ولا هنا حتى يكون الرفع السليس ومرين إذن نكون بهذا الشكل بالنسبة لهذا النوع من الكونيكتورات فهو لا يحيط به آيسيهات أو مركبات نقوم بدفعه بإزاحتي أو بدفعه لا مشكلة في ذلك أما إذا كانت تحيط به مكونات فيستحسن رفعه بشكل مباشرة إلى الأعلى إذن نقوم بدفعه إلى هذا الشكل ثم نزيله بهذا الشكل ثم بعد ذلك يعني نقوم بتنظيف المكان وإزالة كل الأرجل يعني بقايا بقايا الأرجل النحاسية القديمة بآدة التلحيم المكويت نعم هناك مسألة يعني هناك من يقول بأن كيف نحصل على الكونيكتور فحقيقة لا يعتقد من أنه متوفر جديد بشكل كبير جدا جدا الجواب الأول للحصول على هذا الكونيكتور والذي يعلمه الكل هو هو طبعا بأن نأتي ببوردة أخرى مشابهة له ولكن في حالة عدم حصولنا على بوردة أخرى فأعطيك البديل إن شاء الله الكونيكتور الشاشة والطريق إذن هنا إذا لاحظوا معي أفوان نعم إذا لاحظوا مع الكونيكتور هو يكون بهذا الشكل فإذا لم نجد بوردة أخرى مشابهة أهديكم هذه المعلومات نجدها في كل من هذه الموضيلات إذن أعتقد بأن الأمر واضح جدا جدا إذن نجدها في كل من هذه الموضيلات كل هذه الهواتف السامسونج هي لها نفس كونيكتور الشاشة والطاتش يعني الشاشة والطاتش يعني شاشة اللمث أيضا لأن بهما معا يتم مدمجهما في كونيكتور واحد يعني كل هذه الموضيلات نجد فيها نفس الكونيكتور إذن هذه المعلومات قمت بإضافتها لكم حتى لا يصعب عليكم العطور على الكونيكتور ثم نضع بعد مادة الفلاكس من جديد ونقوم بتنظيف الأرجل التي لازالت عليها أرجل نحاسية إذن بهذا الشكل ثم بعد ذلك يعني نأتي ببوردة أخرى إذن نحاول الإصلاحة حتى لا نطيعها في الشرح لأنني أحاول جيدا عدم أن يكون الشرح أقل من 10 دقائق كحد أقصى نعم ثم نأتي ببوردة أخرى أنا لدي يعني في الحقيقة بوردة كثيرة لهواتف اس 3 فهي متوفرة وأصبحت رخيصة لأن شاشتها عند تكسرها غالية التمن مما يستدعي الكثير من تركها وتصبح قيمتها رخيصة إذن بالنسبة لإزالة ورفع هذا الكونيكتور علينا الحضر علينا الحضر ومعرفة كيف يتعامل معه وكما قلت لا نوجه الحرارة بشكل مباشر ولا نقوم بتقريب الهوت اير من الكونيكتور حتى لا ينكمش أو يعني يتداخل فيما بعضه إلى البعض لأن هذه المادة السيليكون على ما أعتقد فهي يعني تتأثر بالحرارة إذن نستعين إذا نلاحظ مع كيف أقوم بتوجه الحرارة ليس بشكل مباشر ثم أقوم بإزاحته بلطف حتى لا يتخرب حتى لا يتخرب بفعل الحرارة بهذا الشكل نعم جيد بهذا الشكل ثم بعد ذلك يعني نأتي بالبوردة الصالحة ونقوم بتركيب الكونيكتور بالنسبة لطريقة التركيب فهناك عدد طرق عدد طرقه هناك من يضعه بشكل مباشر و يقوموا بتركيبه في جهاز الهوت اير también نافظل نافظل تتبيت بعض أطرافه بآدات التلحيم الكاوية أو المكوات نافظ نافظ تتبيت يعني ربما أربعة أطراف أو خمسة أطراف حتى يتبث ثم بعد ذلك نقوم بالتسخين الخفيف التسخين الخفيف وليس لإحراق فهناك فرق عظيم بين إحراق الشيء والتسخين جهاز أو مركب معه إذن نقوم بتلحيمه بجهاز الكاوية بهذا الشكل لكي تثبت لأن أحيانا ربما بفعل الهواء قد يتحرك من مكانه ويستدعي الأمر إذا لاحظوا ما فقط تحرك سوف أعيدوا ضبطه من جديد لا مشكلة في ذلك فأحيانا هذه اللحظة أو هذه العملية قد تكون صعبة قليلا إذن نقوم بتثبيته بهذا الشكل ثم نقوم بتثبيته الزاوية الأخرى حتى يثبتها وبعد ذلك نكمل العملية بجهاز الهوات آير نعم بهذا الشكل إذن نسرع قليلا بهذا الشكل إذا لاحظوا ما لاحظوا هنا وجهاز الهوات آير بهذا الشكل وندغط عليه من الوسط ضغطة خفيفة خفيفة حتى يثبت وتلتحم كل الأرجل ولا بأس عند الانتهاء من استخدام الهوطير مع الكونيكتور لا بأس بمراجعة تلحيم كل الأرجل بآدات التلحيم المكوات أو الكوية لا بأس ذلك أفضل لأن ربما وما أدرك أن رجل أو رجلين أو مصارين لم يتم تلحيمها من شكل جيد أما إعادة تلحيمها بالكاوية فنتأكد جيدا ونقوم بتلحيم كل الأطراف بشكل جيد ثم بعد ذلك يعني الآن نأتي إلى مرحلة اختبار هل تمت العملية بنجاح أم لا إذن نرى 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 إذن نحاول الإسرع قليلا ونوصل الهاتف مع جهاز الـ Power Supply إذن الحمد لله لا يوجد أي تسريب أو استهلاك نضغط على زر التشغيل عفوا فالأقطاب تلتمس مع بعضها البعض أحيانا إذن ونقوم بتشغيل الهاتف إذن الحمد لله تمت العملية بنجاح واشتغل الهاتف بشكل طبيعي جدا جدا وظهرات البيانات والإضاءة إذن لا زال لدينا احتمال آخر وهو تجربة شاشة اللمس يعني الـ Touch آخر احتمال أو آخر تجربة حتى نتيقن بأن كل شيء يشتغل بشكل طبيعي إذن جيد جيد إذن كما نرى فالكونيكتور تم تركيبه بشكل جيد وكل المسارات كل وضائف يشتغلت بشكل طبيعي وعادي إذن أحبابي تمنى أن تكونوا قد تستفدوا من هذا الدرس المتوادع في التجربة البسيطة والحمد لله وفقنا الله في إصلاح هذا العطل والسودعكم والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته